السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني كرام ندلو اخر اخبار المنتخب المغربي واللعبي المنتخب قبل من مباراة جنوب افريقيا غنبداو مع سوفيان امرابط كذلك امين عدلي لغيمة المنتخب قريبا كذلك مونير الحددي عبدالصامد زنزولي عبدالله الريحاني ومنسو يعود سوفيان امرابط المباراة ديالجنوب افريقيا يوم السبت ديرونا اخوتي اشتركوا لايك وشكرا لدعم ديالكم غنبداو مع سوفيان امرابط اللي رسمين كما شفنا غادر معسكر المنتخب المغربي نحو ايطاليا لحسم الماصر ديالو من هو النادي اللي غاينتقل له سوفيان امرابط برشالونا ام اتلتيكو مادريد ام باير ميونيخ ام الدوري الانجليزي كنتمناولو ان شاء الله التوفيق واش يوسف ماليح هو اللي غايعود سوفيان امرابط يوم السبت امام منتخب جنوب افريقيا هاد شي اللي غانتسنا وليد رق راقي والتشكيرة لاي confort يوم السبت ونشوفو اللاعب بدون سوفيان امرابط بالمنتخب ونشوفو القيمةCI امرابط مع المنتخب المغربي اللاعب لسوفيان امرابط بالنسبة للمنتخب المغربي اخدو اول حصة تدريبية ديالو بعد اما بشاوم المغرب لجنوب افريقيا المبارة غا تكونيوم انشاء الله ان شاء الله قنتمنع علمين تخب الفوز بعد عطار ديالو امام الرأس الاخضر في مبارة الودية بالتعادل الصيفر لي متليه واش غا نشوفوا نفس الاداء اللي شفناه مع الرأس الاخضار منتخب جنوب افراقية غا يدافع وبل احنا ما غالقوش الحلول هذه اللي خسنا نخدموه عليها بززاف في المنتخب وكيما شفناه المنتخبات اللي كناك اللعبوه معهم في كاس العالم ماشي هم المنتخبات الافراقية المنتخبات الافراقية اللعب امامهم معقد ومعقد بززاف كيما شفناك غالقوا المساحات خصوصا دي كالنار غالقونا على اشرف حاكيمي ونصير مزراوي في الاضهارة كيما شفنا الرأس الاخضار سدو باقينا نتلاقوه مع منتخبات مع قدير كتر من منتخبات الرأس الاخضار كيما شفناه هات الشي اللي كي اكد علانا خسنا نزيدو نخدموه بزاف على هات الشي هذا وان شاء الله ويدرق راجي فاطل لهات الشي بزاف وما كانش راضي عن نتجة دي تتعادل امام منتخب الرأس الاخضار بالنسبة لامين عدلي رسميا نذكروا عدي تقارير الصحافية لان امين عدلي يريد تمتيل المنتخب المغربي وطال اوكي باش يمتل المنتخب المغربي هات الشي اللي غنشوفوه في قادم المعسكر المنتخب المغربي اللي جاي ان شاء الله واش غيكون حاضر امين عدلي في المنتخب امليلا هات الشي اللي غنلاعب ممتاز لاعب سريع جدا وكي توغل في ضعونا كيما شنا مع فارق وبيرلي فركوزين بالنسبة للمونير الحددد رابطه غادي اتقار سحفي انه قارب من انطق النادي اطلنطا الايطالي وانا انطق النادي اطلنطا غا تكون صفقة مزيانة بزاف في المونير الحددد حيث دوري الايطالي دوري بداني وخينما شفنا المساحة في قليلة وكنت من اولو التوفيق بالنسبة لعبد الصامد الزنزولي كدلك صحيفات سبور ذكرت عنا نادي بارشلوني ممكن سيفطوء عارة نادي بيتيس وقانت منهرو ان شاء الله عبدالسامد الزنزولي التوفيق مع المنتخب الاولامبي اللي غاتيكون في كاس أفريقيا ان شاء الله من 3 سنة في كاس إفريقية ان شاء الله هنا في المغرب والتحق بل ما عاسكر في المنتخب المغربي. وقانت منهروه ان شاء الله التوفيق مهاجم ان شاء الله جاي بيقوى عندو صارحة كم säga مكاليتي ولا اروع كماشينا مع المنتخب وكنت منور ان شاء الله التوفيق مع المنتخب الاولمبي ومع فارق وقت لشك